بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة أولى ثانوين مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات إذن جاني سؤال على تمرين على مقارنة عددين أوبه في الحالات التالية إذن أجيب المشتركة ولكل مشتركي القناة والغير المشتركين إذن إليكم حل هذا التمرين وهو بمثابة مراجعة للفرض أو الاختبار القادم إن شاء الله إذن يقول السؤال قارن بين أ وبي في كل حالة الحالة الأولى أ يساوي 14 نقص 6 جذر 5 وبي يساوي 3 نقص جذر 5 إذن نبدأ على بركة الله إذن أ نقص بي يساوي إذن نعوذ عبارة أ ونعوذ عبارة ب عبارة أ هي 14 نقص 6 جذر 5 ناقص ممكن نديرها بين قوسين لأن هناك يناقص إذن نقص بي وهي 3 نقص جذر 5 نتابع إذن أ نقص بي رح يساوي لي نحل أقوص إذن تليلي 14 نقص 6 جذر 5 إذن ننشر نقص نقص 3 نقص في نقص جذر 5 تليلي زائد جذر 5 إذن نبدأ بجمل أعداد 14 نقص 3 11 إذن A نقص بي يساوي 11 ثم نقص تال جذر 5 زائد جذر 5 إذن سيساوي لي ناقص 5 جذر 5 نلاحظ أن كي درت الفرق بين A و B نلاحظ أن خرجت لي أيضا بالجذور إذن عندي 11 نقص 5 جذر 5 في هذه الحالة كان حالتين لمقارنة A و B إما نستعمل الآلة الحاسبة يعني ندير 11 نقص نلقاء جذر 5 ثم نضربه في 5 ثم ندير الفرق أو حالة أخرى الحالة الثانية رح أعتبر أن 11 مرة أخرى هو مثلا أفتح و 5 جذر 5 هو بي ثم أقارن بين العددين لاحظوا معي وش رح ندير رح ندير هنا رح استعمل المربح إذن قلت نكتب هنا أفتحة تعي يساوي 11 وبفتحة تعي يساوي 5 جذر 5 وقارن بين العددين ثم ندير الفرق كما هم هم لاحظوا معي لنقاء المربح أفتحة أفتحة مربح يمدلي رح يمدلي رح يمدلي مربح ويساوي بالألة الحاسبة فقط رح تلقوه 121 ثم بيفتحة مربح اللي هو 5 جذر 5 الكل مربح رح يعطي 25 في 5 25 في 5 يساوي 125 نلاحظ أن أفتحة مربح أفتحة مربح نقص بيفتحة مربح كنعوض ندير 121 ناقص 125 ماذا يساوي إذن رح يخرج لعدد سالب وهو نقص أربح إذن وش لقينا لقينا أفتحة مربح نقص بيفتحة مربح عدد سالب بما أن أفتحة مربح نقص بيفتحة هذا يعني أن أفتحة مربح أقل من بيفتحة مربح إذن هي نوعا ما طويلة ولكن رح تنفحكم في التمارينة الأخرى إذن 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 مربح عدد مربح الأول أقل من مربح الثاني بما أن أوى بأعدد موجب أفتح عدد موجب وبيفتح عدد موجب فإن هنا رح يخرج لأفتحة أقل من بيفتح وش معنتها أفتحة أقل من بيفتح يعني نولي الأعدد تعي يعني 11 نعوض 11 أقل من 5 جذر 5 نريد 5 جذر 5 للطرف الأيصر يولي 11 نقص 5 جذر 5 أقل من الصفر إذن نتابع إذن ماذا يمثل 11 نقص 5 جذر 5 نولي للور إذن يمثل A نقص B إذن أخيرا لقينا إشارة A نقص B أقل من الصفر منه A أقل تماما من B أخيرا مقارنة بين A وB نقول أن العدد A أقل تماما من العدد B أو بمعنى آخر أن 14 نقص 6 جذر 5 أقل تماما من العدد B لهو 3 نقص جذر 5 قد قد تبدو لكم هذه طريقة نوعا ما طويلة ولكن حبيت نديرها لكم حتشوفوا بلي حتنفعكم كثيرا في تمارينات أخرى إذن ممكن أنكم عندما توصلوا لهذه فقط للمرحلة هذه فقط ما تستعملوش المربعات فقط بالألة الحاسبة إذن 5 جذر 5 هو بالتقريب 11 فاصل أظن 18 إذن وبالتالي هذا أكبر من هذا وبالتالي يكون النقص بأقل من الصفر أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا السؤال الأول السؤال الثاني شوفوا معي الحالة الثانية حالة ثانية يكون A يساوي 6 جذر 35 زائد جذر 22 وB يساوي 26 زائد 33 يقول السؤال قارن بين A وB نحن نلاحظ أن في هذه الحالة لا نستعمل طريقة A نقص B لماذا؟ لأن نستعمل طريقة A نقص B حدود يعني ما نقدرش نجمع الحدود فيما بينها هنا جذر 35 هنا جذر 22 هنا جذر 26 جذر 33 في هذه الحالة نحن في هذه الحالة نحن نطبق خاصية أخرى أو مبرهنة أخرى التي تقول أن إذا كان عندي هنا سنستعمل المربعات ما معنى المربعات يعني نستعمل A إذا كان عندي قل لكم عندي مبرهنة تقول إذا كان عندي A مربع أقل من B مربع فهذا يستجزم أن يعني طبعا هذا في حالة يكون A موجب و B موجب إذا كان عندي A مربع أقل من B مربع فهذا يعني أن A أقل من B سأستعمل هذه المبرهنة إذا انطلاقا من هذه إذا سنجد الفرق نجد A مربع سنحسب A مربع نقص B مربع إذا لقيت سالب أو موجب سنستلزم أن نفس الشيء إذا كان A مربع أكبر من B مربع يعني أن A أكبر من B إذا قلت سأستعمل طريقة فرق المربعين لاحظوا رح نكتب A مربع نقص B مربع ندرس إشارة هذا الفرق يعني فرق المربعين الآن نهوض A مربع ماذا يساوي يساوي 6 جذر 35 زائد جذر 22 الكل مربع ناقص مربع B لهو جذر 26 زائد جذر 33 مربع نتابع العملية التاعي إذا A مربع نقص B مربع ماذا يساوي نستعمل تطبيقات شاهرة رقم 1 إذا ستخرج على شكل A زائد بكل مربع إذا مربع مربع الأول مربع ستة جذر 35 ستة مربع 36 جذر 35 لكل مربع 35 زائد مربع الثاني جذر لكل مربع 22 22 زائد 2 ضعف الأول في الثاني يعني 2 في 6 في جذر 35 في جذر 22 إذا 35 في 22 إذا هنا ناقص لاحظوا معي هذا كامل ناقص الحد بمربع نكتبوه تحت إذا بمربع كم يساوي جذر 26 هنا أطبق مرة أخر جذر شاهرة الرقم 1 جذر 26 كل مربع 26 زائد جذر لكل مربع جذر 33 كل مربع 33 زائد ضعف الأول في الثاني يعني 2 جذر 26 في 33 نتابع إذن نغلق القوس نتابع لاحظوا معي نتابع إذن A A مربع نقص B مربع كنضرب تساوي 36 في 35 تخرج لكم 1260 ثم زائد 22 زائد 2 في 6 12 جذر 35 في 22 هي 770 ناقص نفتح قوس إذن هنا 26 زائد 33 59 زائد 2 جذر 26 في 33 هي 850 نتابع إذا بدأت لكم العمليات باش منطول لكم الفيديو إذن A مربع نقص B مربع إذن نجمع الأعداد مع باش 1860 زائد 22 تخرج 1182 ثم زائد 12 جذر 770 هنا ناقص 59 ناقص 2 جذر 858 ثم 1882 ناقص 57 تخرج 1223 زائد 12 جذر 770 ناقص 2 جذر 858 نلاحظ هنا نبدأ الملاحظة نلاحظ أن هذا العدد واضح 1223 زائد 12 في جذر 770 أكبر إذا نقول نلاحظ إذا نكتب نلاحظ أن مباشرة أو باستعمال الآلة الحاسيبة هنا مباشرة العدد واضح أن 1223 زائد 12 جذر 770 أكبر من من 2 جذر 858 وبالتالي بما أن هذا أكبر من هذا فإن الفرق التاحهم كيف يكون موجب إذا تحصل على A مربع نحظ مع A مربع ناقص B مربع أكبر عدد موجب وبالتالي نقول أن A أكبر من B في الآخير نقول أن العدد A أكبر تماما من العدد B نتمنى فقط أن يكون واضح وإذا كان هناك أي سهم مني أو خطأ في الحسابات أعتذر مسبقا إذن نجو المثال الأخير المثال الأخير إذن عندي A يساوي جذر 2 زائد جذر ثلاثة وB يساوي 1 على 2 في 1 زائد جذر ثلاثة دائما يقول قارن بين A وB ما معنى قارن بين A وB معنتها هل العدد A أكبر من العدد B أو A أصغر تماما من العدد B أو A يساوي B إذن هنا سنستعمل فرق المربعين سنضرس إشارة A مربع نقص ب مربع سنشوف هل هو سالب أو موجب أو يساوي سفر إذن لكي نضرس إشارة A مربع نقص ب مربع أولا سنحسب A مربع لحدة وB مربع لحدة إذن A مربع سيساوي الجذر التربيعي لثنين زائد جذر ثلاثة الكل مربع نعلم أن جذر A الكل مربع يعني المربع مع الجذر يروح الجذر وش يبقى لما داخل الجذر وش كين داخل الجذر ثنين جذر ثلاثة إذن A مربع يساوي ثنين زائد جذر ثلاثة ننتقل إلى B مربع ماذا يساوي B مربع رح يكون واحد جذر ثنين الكل مربع اربعة في واحد زائد جذر ثلاثة الكل مربح. ثم نحسب هذه القيمة. اذا بمربع نتابع نبسط هذه العبارة. واحد على مضرب في اربعة ندر متطابق الشاهرة رقم واحد. اذا اولي لي واحد مربح واحد زائد جذر ثلاثة الكل مربح. جذر ثلاثة الكل مربح. زائد مضعف الاول في الثاني. جذر ثلاثة في واحد جذر ثلاثة في اثنين. اثنين جذر ثلاثة. نتابع كل مضعوبة في اربعة. بمربع دائما. ركزوا فقط معي. باش ما نغلطوش في الحسابات. اذا واحد على. نتابع. نتابع. اذا هنا وش يخرج لي? واحد زائد ثلاثة. اذا اربعة في واحد زائد ثلاثة اربعة. زائد اثنين جذر ثلاثة. ويساوي مرة اخرى واحد على ثلاثة. اربعة في اربعة. او نخليها هكذا. باش نوحل مقامات مع ا. لاحظوا معي. نقولي حتى العبارة. ا مربع نقص بمربح. نعوي. ا مربع قلنا انه ثنين زائد جذر ثلاثة. ركزوا قلت من واحد المقامات. اهنا ثنين زائد جذر ثلاثة. على انه على شكل. اه مكتوب على الشكل. هكذا المقام ده واحد. اذا المقام المشترك هنا رح يكون كل هذا العدد. اللي هو اربعة. لاحظوا معي. اربعة في اربعة زائد اثنين جذر ثلاثة. كن واحد اذا نكتب اربعة في اربعة زائد اثنين جذر ثلاثة في اثنين زائد جذر ثلاثة. اتمنى ان يكون مفهوم. ثم ناقص واحد. قلت المقام المشترك هو اربعة في اربعة زائد اثنين جذر ثلاثة. نتابع. اذا هنا رح ننشر. اذا بعد موحة المقامات حصلت على ا مربع وبه اربعة زاد نقص بمربع. تساوي اربعة في اربعة زائد اثنين جذر ثلاثة ثم 2 جذر ثلاثة في جذر ثلاثة راح تنبلي 2 جذر ثلاثة لكل مربح ناقص واحد على نفس المقام ثم A نقص A مربع نقص بمربع أيضا نبسط هذه العبارة داخل الأقواص إذن 4 في 8 4 جذر ثلاثة زيط 4 جذر ثلاثة 8 جذر ثلاثة ثم 2 جذر ثلاثة لكل مربح هي 3 2 في 3 ناقص واحد رهمول الأقواص نتابع إذن A مربع نقص بمربع ستساوي لأربعة في 8 زائد 6 14 زائد 8 جذر ثلاثة ناقص واحد على 4 في 4 زائد 2 جذر ثلاثة ثم A مربع نقص بمربع إذن ننشر مرة أخرى 4 ما داخل الأقواص يخرج لأربعة في 14 56 4 في ثمانية 32 جذر ثلاثة ناقص واحد على 4 في 4 زائد 2 جذر ثلاثة ثم أخيرا A مربع ناقص بمربع 56 50 ناقص واحد خمسة و خمسة و خمسة و خمسة و خمسة زائد 32 جذر ثلاثة على أربعة في أربعة زائد 2 جذر ثلاثة نلاحظ أن البسط مجموع عددين والمقام هو ضرب و مجموع عددين كل هذه الأعداد نلاحظ أنها موجبة وبالتالي خرجنا إلى النتيجة التالية A مربع نقص بمربع أكبر من السفر وبالتالي A مربع أكبر من بمربع لما أن A و B عددين موجبين نستنتج أن A أقل تماما من B إذا نكتب A العدد A أقل تماما من العدد B وأتينا إلى نهاية هذا التمرين أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط إذا كان أي خطأ اعذروني مسبقا في الأخير ما علينا نقول لكم بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة